بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسليين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وابنائة الطلافي درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نتعرف على العمليات المساهمة في التعلم إذن العمليات المساهمة في التعلم هو عنوان درسنا لهذا اليوم درسنا بإذن الله سوف يجزأوا ويقسموا إلى قسمين إذن درسنا العمليات المساهمة في التعلم سوف يكون على جزئين درسنا من الوحدة الرابعة التعلم والذكاء ودرسنا ونحن بصدد الجزء الأول من درسنا العمليات المساهمة في التعلم أبنائي وابنائة الطلاب كما ذكرت لكم درسنا هو الموضوع أو الدرس الثاني من الوحدة الرابعة العمليات المساهمة في التعلم بإذن الله حينما ننهي درسنا لهذا اليوم من المتوقع أو ننهي درسنا بجزئي من المتوقع أن نصل إلى تحديد العمليات المساعدة على التعلم أيضا أن نفرق بين الإحساس والإدراك أن نفرق بين الإحساس والإدراك أيضا نمثل العوامل الداخلية والخارجية للإدراك أيضا ابناء وابنة الطلاب نبين عمليات التذكر ومنها أيضا نتعرف على عملية الانتباه بسم الله نبدأ يسهم في عملية التعلم عمليات عديدة أي درج تحتها عمليات عديدة تسهم كل منها بنصيب في إحداث وتكوين صورة التعلم أي لدينا عدد من العمليات تندرج تحت التعلم لكي تكتمل لدينا صورة التعلم ومن هذه العمليات الإحساس الإدراك التذكر والممتازين والانتباه إذن أبناء وابنة الطلاب التعلم يندرج تحته عدد من العمليات لكي تكتمل لدينا عملية التعلم أو تكتمل لدينا صورة التعلم الإحساس الإدراك التذكر والانتباه أولا نبتدئ بالإحساس أبناء وابنة الطلاب الإحساس هو استجابة الجهاز العصبي للمنبهات المختلفة عن طريق الحواس المنتشرة في أنحاء الجسم ما هي أنواع الإحساسات أولا الإحساسات الخارجية بصرية من خلال الإبصار سمعية من خلال أحسنتم شمية من خلال الأنف ذوقية من خلال ممتازين اللسان والجلدية من خلال أحسنتم أحسنتم إذن هذه أولى أنواع الإحساسات ثانيا الإحساسات الحشوية أي الداخلية الإحساس بالجوع والعطش الإحساسات العضلية هي موجودة في العضلات المفاصل العظام تجعلنا نحس بالضغط والجهد والتعب وثقل الأجسام عن وضع الجسم وتوازنه ويسهم الإحساس في النشاط العقلي للفرد إذ يحقق إذن أبناء وبناء الطلاب الإحساس يسهم في النشاط العقلي للفرد إذ يحقق له التعرف على الأشياء والتصور الذهني عنها فضلا أبناء وبناء الطلاب عن الإحساس أو إحساس الفرد بالمتعة أو الألم بمعنى إحساسنا بالجوع إحساسنا أبناء وبناء الطلاب بالحرارة إحساسنا بالتذوق إذن هي ما ينتجه من إحساس سواء بالمتعة أو الألم وفقا لطبيعة الموقف تذوقنا طعام لذيذ أبناء وبناء الطلاب فإنه يشعرنا بماذا أحسنتم بالمتعة على الرقس فيما لو تذوقنا طعاما غير جيد فإن الإحساس يكون عكس ذلك والذي يتعرض والحالة الوجدانية التي يكون عليها الإنسان ثانيا الإدراك إذن أولا قبل ذلك لابد أبناء وبناء الطلاب أن نركز أولى ما يندرج تحت التعلم أو عملية التعلم أولى العمليات تندرج تحت عملية التعلم الإحساس أنواع الإحساسات أحسنتم الإحساس الخارجي أو الحساسات الخارجية والحشوية أحسنتم والإحساسات العضلية فلابد أبناء وبناء الطلاب أن نفرق الخارجية سمعية أو بصرية سمعية أبناء وبناء الطلاب شمية ذوقية أحسنتم جلدية الحشوية هي ما يدخل أو ما يحس به الشخص داخل جسمه من جوع وعطش وأيضاً أبناء وبناء الطلاب ما يشعر به من ألم الإحساسات العضلية والحركية أحسنتم هي موجودة في العضلات والمفاصل والعظام أحسنتم ومن أحس به من ضغط وجهد أبناء وبناء الطلاب ما يتحكم بالإحساس من هو من يتحكم بالإحساس هو الجهاز العصبي هو المتحكم في ماذا في الإحساس ثانياً الإدراك ثانياً الإدراك يعني العملية العقلية التي نتعرف من خلالها على ما حولنا أو ما حولنا عن طريق التنبيهات الحسية التي ترد إلينا من حواسنا بمعنى بدأنا بالإحساس وبدرجاته يا أبناء وبناء الطلاب فانتقلنا بعد ذلك إلى الإدراك هي عملية ماذا؟ عقلية هي عملية عقلية في السابق أحسنتم بالإحساس هي ترتبط بالجهاز العصبي بينما الإدراك يرتبط بالعقل إذن يعني العملية العقلية التي نتعرف إليها أو من خلالها على ما حولنا من تنبيهات تصل إلينا من أين؟ أحسنتم من الجهاز العصبي المتمثل بالسمع والبصر والحشوية والعضلية والحركية هي عن طريق أو نتعرف عليها عن طريق الإدراك ما الفرق بين الإحساس والإدراك؟ أبنائي وبناء الطلاب تعرفت أنا وأنتم في الشريح السابقة على الإحساس وتعرفنا على الإدراك ما الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الإحساس والإدراك؟ فكروا قليلا ما الفرق بين الإحساس والإدراك؟ أحسنتم هناك فروق واضحة بين الإحساس والإدراك على سبيل المثال عندما نسمع صوتا قادم من بعيد هو إحساس عندما نشاهده ونتعرف عليه أحسنتم هو إدراك عندما نسمع إحساس عندما نتعرف إدراك عندما ترى شخصا قادم إليك تراه من بعيد هو إحساس عندما يقترب وتتعرف عليه أحسنتم إدراك إذن هي عملية عقلية وتذكر تذكرنا وتعرفنا على الشخص القادم عندما ترى قواريرا مليئة بالمواد الكيميائية أحسنتم إحساس عندما تتعرف على هذه المواد الكيميائية إدراك بمعنى أبناء وبناء الطلاب شاهدتم قرورة أو علبة للصابون من بعيد ولكن تعرفتم أنها علبة كيميائية حينما اقتربتم عرفتم أنها صابون أنها ماذا مفيدة فخلال تعرفنا على الصابون هي عملية إدراكية شاهدناها من بعيد هي عملية حسية أحسنتم أبناء وبناء الطلاب إذن الأشياء وما نشاهده وما نسمعه وما نراه هو إحساس وما نتعرف عليه أحسنتم هو إدراك العوامل الذاتية المؤثرة في الإدراك هناك عوامل تؤثر في الإدراك أولاً المحيط أحسنتم الفرد في مكان هادئ منعش جذاب يختلف إدراكه للأشياء عندما يكون في مكان مزعج صخب منفر حيث يكون الفرد في الحالة الأولى في حالة الهدوء أحسنتم أكثر راحة وسرور وأطمانان بينما في الحالة الثانية أحسنتم متضايق ضجر غير مرتاح الحاجات والدوافع الشخصية حاجاته الإنساني ورغباته تجعله ينظر إلى الأشياء من وجهة نظره على سبيل المثال عندما تشاهدون وأنتم تسافرون برا وبالتحديث في فصل الصيف عندما تشاهدون السراب فالعطشان يراه أو العطشان ويراه ماذا؟ يراه ماء وهو في الحقيقة سراب وهو في الحقيقة سراب فأنتم تشاهدون الأشياء وفقاً لحاجاتكم تجربة عرض أحد الباحثين عدداً من الرسوم الغامضة وراء حاجز من الزجاج غير الشفاف على مجموعتين في إحداهما أو إحداهما حالة جوع والأخرى حالة من الشبع الأولى أو المجموعة الجائعة رأت هذه الصور الغير واضحة على أنها فواكه بخلاف ما رأته المجموعة التي تشعر بالشبع القيم الشخصية قيم الشخصي ومثله العليا لا تحدد سلوكه فقط بل تؤثر أيضاً على إدراكه فالشخص التقي الورع يدرك الأمور بإيجابية وتفاعل تختلف عن الشخص الغير تقي فقط نشاهد الغير تقي دائماً متذمر ضجر يرى متضجر يرى الأمور دائماً بمنظار ضيق بمنظار أسود باختلاف على اختلاف الشخص التقي الورع دائماً يرى الأمور بإيجابية وبصورة أجمل من رؤية الشخص الغير تقي الانفعالات والضغوط الانفعالات أيضاً أبناء وبناء الطلاب لها تأثيرها على الفرد التي يتعرض لها الانفعالات والضغوط التي يتعرض لها الفرد لها كلها من الأمور أيضاً تؤثر على الإدراك تأثيراً متبايناً وفقاً لحالة الفرد ودرجة تأثير الضغط الذاتي عليه نوع هذه الضغوط وشدة الانفعالات التي ينتابها فالمنفعل يرى دائما سلبيات خصمه بما لا يراه أبنائي وبنات الطلاب في حالة الهدوء فحيانا أبناء وبنات الطلاب تجد أن الشخص المنفعل دائما يبحث عن السلبيات في حالة لو كان هذا الشخص نفسه أبناء وبنات الطلاب في حالة الهدوء تجربة كلف أحد الباحثين بضعة أشخاص وصف صورة معينة وهم في حالة مزاجية مختلفة بين الرضا والقلق أما الصورة فتمثل أربع التنميذ يجلسون في الشمس ويكتبون ويستمعون إلى المذيع فجاءت الأوصاف مختلفة تبعا لاختلاف حالتهم المزاجية فمثلا ألل أحدهم فكانت حالته غير مرتاحة فيجد أن هؤلاء في حالة مزاجية غير مرتاحة فنجد أحيانا أبناء وبنات الطلاب كل يرى ويصف ما يشاهده تبعا للإنفعالات والضغوط والحالة المزاجية التي يعيشها الفرد الحالة الجسمية ومن ذلك قوة أو ضعف بعض الحواس التي تؤثر بدرجة أو بأخرى على فهم الموضوعات المطروحة التوقع والتهيئة النفسي نحن نرى ونسمع ونتوقع أن نراه ونسمعه فلو كنت تنتظر صديقا في مفترق الطريق استطعت رؤيته من بين المئات القادمين بمعنى أنكم لو أردتم أن تركزون أو تلاحظون على شخص معين فإنكم سوف تشاهدونه لو كان بين جموع من الناس على عكس فيما لو لم تكنتم تنتظرون أو لم تتوقعوا حضوره فإنكم لن تشاهدوه ولن تلاحظوه الأم المنشغل عن طفلها في حجرة أخرى تحسبه يصيح كلما سمعت صوتا ومن خاف من بعض الأشياء فإنه يهيأ له أنه يراها العوامل المؤثرة الخارجية المؤثرة في الإدراك هناك عدة عوامل أولا قانون التقارب أي إدراك المثيرات المتقاربة كوحدات مستقلة منفصلة عن المجال التي تعرض فيه فلن نلاحظ أنها أشكال متجابهة ولكن عددها كم؟ أحسنتم تسعة وهي لو شاهدناها متفرقة كل منها ثلاثة القانون التشابه إدراك الأشياء المتشابهة قبل أن ندرك الاختلافات أي بمعنى أن نلاحظنا الأشكال المتشابهة قبل أن ندرك أبناء وبناء طلاب الاختلاف فهذه بصورة رأسية وهذه بصورة أفوقية أيضا قانون الاستمرار أبناء وبناء الطلاب حيث يدرك الفرد المثيرات التي تكون بشكل مستمر بمعنى أن نلاحظنا أنها عبارة عن خطين متقطعين على شكل ضرب ولكن هي أيضا عبارة عن خطوط متقطعة فدائما الذي يثيرنا الاستمرار أكثر أحسنتم فلو لاحظنا أن قانون الاستمرار يدفعنا تلقائيا إلى أدراك كل نقطة وكأنها على شكل استمرار أي ممتدة ومتصلة بما قبلها الخداعات البصرية الخداع العمودي والأفقي فلو لاحظنا أبناء وبناء الطلاب أو قسناهما فنجد أن طولهما بشكل واحد أبنائي خداع الأقواس نلاحظ أن هناك شكلين لو قسناهما أبناء وبناء طلاب ألف وباء لشاهدنا أن طولهما متساوي ولكن الخداع من خلال هذين القوسين سواء في الشكل ألف أو في الشكل باء هيئ لنا أو جعلنا أو خدعنا بأن خطبة أطول من خط ألف الخداعات الأخرى الدائرتان وملونتان هل هما متساويتان ومختلفتان فهذا نوع من الخداع البصري الذي قد نتعرض له أبناء وبناء الطلاب وبذلك أبناء وبناء طلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر